اشتركوا في القناة والله ما اضالي لو ان حبة الشعير بدينار علي ان اعبده كما امرني وعليه ان يرزقني كما وعدني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون السر وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لما تنزل قول الله جلت لعلا على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع امة الصلاة يا جبريل تضيع امة الصلاة قال يا محمد يأتي اقوام من امتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل فضيعت الصلاة وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يترب المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات أليست الصلاة هي التي تنهان عن الفواحش والمنكرات أليست الصلاة هي التي تنهان عن الفواحش والمنكرات يكفينا امرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات وهو بالأفق الأعلى الدناء فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أمره بخمسين صلاة فلا زال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين خمس صلوات بأجر خمسين الصلاة نور كيف تستطيع أن تسير في الظلمات كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة